أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويكيمون الصلاة ومما رجقناهم ينفكون والذين يؤمنون بما أنجل إليك وما أنجل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفدحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لا تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون وإذا كيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مسرحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا كيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفاء ألا إنهم هم السفاء ولكن لا يعلمون وإذا لكم الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في تغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الدلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصقون سم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرغ يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقُكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ الَّذِي جَعْلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقًا لَهُمْ فَلَا تَجَعْلُوا لِلَّهِ آدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِنْ قَانْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبَدِنَا فَأْتُوا بِصُورَةٍ بِصُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ وَادَعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِعَذُونِ اللَّهِ إِنْ كُمْتُمْ صَادِكِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَا تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كل ما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأطوبه متشابها ولهم فيها أزواج متهرة وهم فيها خالدوه إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مسلا يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يدل به إلا الفاشقين الذين ينقدون عهد الله من بعد ميثاكه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفشدون في الأرض أولئك هم الخاشرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياهم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماع فصوىهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم